السلام عليكم أرحب مشاهدي الأعزاء محبي الزراعة على الأسطح أقدم لكم تجربة مثيرة لزراعة شتلات طماطم في بيئات مختلفة لقد جهست ستة بيئات تربة مختلفة لمعرفة أي تربة أفضل لزراعة الطماطم خاصة وزراعة الخضار عامة هذه هي البيئة الأولى مكونة من رمل صحراء فقط هذا الرمل تم غسله جيدا بالماء والخل للتخلص من الملح على هذه القناة يمكنك مشاهدة فيديو أوضحت فيه طريقة التخلص من الملح عن طريق غسل التربة بالماء والخل تجد الرابط في صندوق الوصف كما تجد بطاقة هنا تنقلك فورا إلى هذا الفيديو الهام البيئة الثانية هي بيئة مكونة من التراب الأحمر وهو التراب المنتشر بكثرة في منطقتنا هذا التراب غني بالعناصر ولكنه سيء الصرف كما أنه يتصلب عندما يجف من المهروف أن التربة سيئة الصرف تتسبب في تعفن جذور النبات الذي يؤدي إلى موته أما تصلب التربة عند جفافها فإنه يمنع الموها وربما يؤدي إلى اختناق الجذور وبوت النبات أيضا ولكن بما أن هذه التربة هي تربة سائدة في منطقتنا فقد قمت بإجراء تجارب عليها في أكثر من خلطة البيئة الثالثة في تجربتنا هي خليط بنسبة واحد إلى واحد من التربة الحمراء الطينية وربل الصحراء المغسول الرمل يعمل على تفكيك التربة وبالتالي يحسن صرفها للماء ويقلل من صلابتها عند الجفاف يعني يجعلها هشة نوعا ما البيئة الرابعة هي مزيج بين ربل الصحراء والتربة الزراعية الصناعية أي البيتموس أو التربة بالفرنسية إن خلط البيتموس ورمل الصحراء سوف يجعل الخليط يحتفظ بالماء لأن البيتموس يحتفظ بالماء بينما ربل الصحراء لا يحتفظ به متاتا البيئة الخامسة هي خليط من المواد الثلاث السابقة بالنسبة إلى واحد إلى واحد إلى واحد أنا متحمس لرؤية نتيجة هذه الخلطة بالذات واعتقد أنها ستكون الأفضل وأخيرا أضفت تجربة تربة طينية كنت قد اشتريتها ثم اكتشفت أنها عالية الملوحة لقد فشلت الزراعة في هذه التربة وكانت النباتات بطيئة نمو بشكل كبير كما أن نسبة الموت كانت عالية بين الشتلات الجديدة لقد غسلت هذه التربة بالماء والخل فكيف ستكون النتيجة؟ هذا ما سنراه بعد مدة بسيطة لقد حددت لهذه التجربة مدة ثلاثة أسابيع أي عشرين يوما تعالوا لمشاهدة النتائج المفاجأة كانت بعد أسبوعين خمسة عشر يوما في الحقيقة كانت الشتلة المزروعة في رمل الصحراء المغسول هي الأفضل على الإطلاق لاحظ سماكة الساق وكترة الفروع ولون الأوراق اليانع سوف نعطيها درجة مئة في المئة حتى تصبح المرجع الرئيسي الذي نقيس عليه الدرجات الشتلة الثانية المزروعة في التربة الطينية كانت سميكة الساق ولون أوراقها جيد ولكن نموها كان أقل قوة الساق ولون الأوراق اليانع دليل على غينة التربة ولكن تأخر النمو سببه تماسك التربة يمكن أن يتطور تماسك التربة ويؤدي إلى الإصابة بعفل الجذور هذه التجربة نعطيها خمسة سبعين في الماء فقط يعني جيدة البيئة الثالثة مكونة من رمل الصحراء ومن التربة الطينية بنسبة واحد إلى واحد التجربة لم تكن مجدية نمو النبتة كان متأخرا جدا ولا يمكن أن نقيمه بأكثر من خمسين في الماء هذا الأمر يبدو محيرا في الحقيقة ويلزم إعادة التجربة بخلط نسب مختلفة من الرمل والتربة الطينية لمعرفة سبب تأخر نمو الشتلة سوف نعيد هذه التجربة البيئة الرابعة هي خليط رمل الصحراء والبتموس أي لا ترب النتيجة جيدة أيضا فالنبتة قدمت بنفس ارتفاع الشتلة في بيئة الرمل الشتلة الأولى صاحبة المئة في المئة ولكن لو نظرنا إلى الساق والأوراق لكتشفنا أن الساق أقل سماكة والأوراق أقل ينوعا لذلك سنقيمها بثمانين بالماء فقط وسبب ذلك أن البتموس غالي جدا مقارنة برمل الصحراء ومع ذلك فقد قدم نتيجة أقل البيئة الخامسة هي البيئة التي علقنا عليها الآمان الكبار خليط رمل الصحراء والتربة الطينية والبتموس بنسبة 1 إلى 1 إلى 1 النتيجة كما ترون نبتة طويلة ونموها جيد ولكن الساق ليست ثميكا مثل الساق الشتلة المزروعة في رمل الصحراء المغسول بالماء والخل كما أن عدد الفروع أقل لذلك نعطيها درجة 90% وهي درجة ممتازة طبعا وأخيرا البيئة السادسة والأخيرة بيئة التربة طينية كانت شديدة الملوحة وتم غسلها بالماء والخل بشكل أفضل وأصبحت أطول شتلة في المجموعة ولكن من مقارنتها بشتلة المزروعة برمل الصحراء المغسول أيضا بالماء والخل نجد أن شتلة رمل الصحراء تتمتع بصحة أفضل قليلا فساقها أسمك وفروعها أكثر ولون أوراقها أينع والأهم من كل ذلك أنها مزروعة في بيئة رخيصة ومتوفرة للغاية ولا تحتاج إلى تعب غسيل رمل الصحراء أسهل من غسيل التربة الطينية ولكن لابد من القول أن رمل الصحراء له سلبية وهو شدة حاجته إلى الماء فرمل الصحراء يصرف الماء بسرعة ولا يحتفظ بالرطوبة إما يستدعي ريه بشكل متكرر بعد عشرين يوما ومع انتهاء التجربة بقيت النتيجة كما يلي رمل الصحراء المغسول بالماء والخل بقي في الدرجة الأولى وحاز على مئة درجة التربة المكونة من الطين الأحمر فقط في الدرجة الخامسة 75% خليط الرمل مع التربة الطينية بالدرجة السادسة وهو أمر يحتاج إلى أعادة تجربة 50% أنا شخصيا لم أقتنع بنتيجة خلط الرمل مع التربة الطينية وأعطى هذه النتيجة السيئة سوف أعيد التجربة خليط رمل الصحراء والبتموس بالدرجة الثالثة حاز على 80% خليط رمل الصحراء والتربة الطينية الحمراء والبتموس في الدرجة الثالثة 90% التربة الطينية التي كانت مالحة وتم غسلها بالماء والخل بالدرجة الثانية وحازت على 95 درجة أتمنى لكم بستنا سليمة ونبتات يانعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناة الزراعة على الأسطح ترجمة نانسي قنقر